في مشهد بات معتاداً في مدينة ترهونة، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال عشر جثث مجهولة من مقبرة جماعية في المدينة. انتشال الجثث الجديدة جاء بعد يوم من تأكيد الهيئة اكتشافها مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي خمسة كيلو. هذه المقبرة هي الثانية بعد مقتل أحد أبرز المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة، محمد الكاني أحد أذرع حفتر الذي قتل في منزله ببنغازي بعد فراره إليها عقب سيطرة قوات بركان الغضب آنذاك على المدينة. وبالرغم من حجم الجرائم التي ارتكبها الكانيات الذين يتبعون ميليشيات حفتر، إلا أن بعض الدول ما زالت طرف حفتر طرفاً مهماً في تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما تسويقه بعض الأطراف الدولية على أنه جزء من التسوية وسيكون له دور مهم في المشهد المستقبلي للبلاد. أطراف دولية أخرى ساهمت في حماية الكانيات من إدراجهم في القائمة السوداء لمنتهك حقوق الإنسان جراء الجرائم التي ارتكبوها في حق المدنيين. حيث منعت روسيا التي تعتبر أحد أكبر الداعمين لحفتر هذا المشروع أمام الأمم المتحدة باستخدامها حق الفيتو، معللثاً ذلك بعدم وجود دليل قاطع على تورط ميليشيا الكانيات في قتل مدنيين قبل أن تتجه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ عقوبات فردية على الكانيات. ولعل هذا التباين هو ما يفسر تأخر سير تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي زار وفدها المدينة مرتين، كما أن عقبات لجستية واجهت فريق البعت المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا لتنفيذ مهامه على الأرض. يبقى التساؤل الذي يطرحه المهتمون وأهل الضحايا عن بصير محاسبة المتورطين في قتل أبنائهم وإخفائهم قصرياً، لاصيما بعد مقتل أغلب قيادات ميليشيا الكاني.